سابقة في تاريخ مجلس حقوق الإنسان منذ نشأته عام 2006 لم يقدم هذا المجلس يوما على تبني قرار بكفي يد لجنة تحقيق في الانتهاكات في خضم صراع مستمر كما حصل مع فريق الخبراء الدوليين المعني بالتحقيقات في الانتهاكات في اليمن بات هذا الفريق خارج المعادلة وترك شعب اليمن لمصيره هكذا أررت السعودية التي مارست ضغوطا على عدد من الدول الآسيوية الإسلامية والأفريقية لمنع تمديد مهمة الفريق فسقط مسروع القرار الذي أعدته هولندا نحن واعون بدرجة كافية بأنه بالفعل إن غابت رؤية المجتمع الدولي للأوضاع في اليمن فمن المحتمل جدا أن الجرائم ستكون أكثر فضاعة وأكثر شناعة مما كانت عليها في السنوات التي قمنا بها بالمهمة يعني هي رسالة مباشرة لكل مقترفي الجرائم في اليمن بأنهم يمكن لهم أن يقوموا بما يريدون من تلك الجرائم البشعة دون أن يكون هلالك من يشير على الأقل إلى جزء من تلك الجرائم على مستوى الدولي المنظمات الدولية التي كانت قد كشفت قبل جلسة مجلس حقوق الإنسان عن الضغط السعودي من أجل منع التمديد أعربت عن خيبة أملها مما آلت إليه أوضاع مجلس حقوق الإنسان إن عدم التمديد لفريق الخبراء هو وصمة عارم في سجل مجلس حقوق الإنسان لقد أدارت العديد من الدول ظهورها للضحايا وخضعت لضغوط التحالف الذي تقوده السعودية وفضلوا المصالح السياسية على المبادئ وبغياب السعودية عن عضوية مجلس حقوق الإنسان تولت البحرين باسم دول مجلس التعاون الخليجي وممثل حكومة هاري في المجلس الهجوم على فريق الخبراء متهمين تقاريره بالتسييس سقط مجلس حقوق الإنسان بضربة الضغوطات السعودية القاضية فكفت يد فريق الخبراء الخاص باليمن عن تحقيقاته واستنتاجاته التي تكرر ثلاث سنوات متتالية عن انتهاكات طرقى لجريمة حرب يقوم بها التحالف السعودي سابقة صدمت المعنيين في الأمم المتحدة وفي المقدمة فريق الخبراء مصاعس جنيف الميانين